الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن من الوقائع العظيمة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت تبوك وكان ذلك ما يسمى بجيش العسرة وذلك أن الجو كان حارا جدا وكان الناس قد مالوا إلى أن يجلسوا في الظل وادعه فجاءتهم هذه المعركة العظيمة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه يوم العسرة قصة تبوك ذكرها الصحابي الجليل كعب ابن مالك التي تخلف عنها ولكنه أوردها كاملة وقد رواها الإمام البخاري في صحيحه من طريقه يقول عبد الله بن كعب ابن مالك وكان يقود أباه في آخر عمره لما عمي إني سمعت أبي كعب ابن مالك رضي الله عنه يحدث عن قصته حين تخلف عن قصته أو عن قضية تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت قد تخلفت في غزوة بدر وفي تلك الغزوة لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرجا يريد القافلة يريد عيرا قريش ولم يكن يريد كتالا فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد قال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الليلة التي كان فيها عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة يقول حينما تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أكثر ذكرا عند الناس وأذكر في الناس منها قال فلم يتخلف كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط غير هاتين الغزوتين غزوة تبوك غزوة العسرة وغزوة بدر قال كعب كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن تلك الغزوة غزوة تبوك والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة في العادة ورى بغيرها من أجل أن لا يعرف مقصده فيحذر منه عدوه إلا أنه في هذه المعركة في غزوة تبوك غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وكانت تبوك بعيد عنهم فاستقبل سفرا بعيدا ومحالا وصحاري ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر أصحابه كيف لا والعدو كثير وأعدادهم كثيرة ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أجل أن يأخذوا عدتهم وأن يتجهزوا بجهازهم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أعداد كثيرة ولا يوجد هناك تسجيل بأسمائهم بحيث أن الواحد إذا تخلف قد يقول بأن الناس لن ينتبهوا لي وكل واحد ممن تخلف يظن أنهم سيخفى أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزل في ذلك وحي غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين نزلت الثمار وطاب الظل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز والمسلمون معه قال كعب فكنت أغدو من أجل أن أتجهز معهم وأن أهيأ أمري لأذهب معهم لكنني أعود وأرجع إلى بيتي ولم أفعل شيئا ولم أقضي شيئا من جهازي وأقول في نفسي أنا قادر الوقت معي طويل وهذا يدلك على أن تسويف الإنسان في أداء عمل من الأعمال قد يجعله لا ينجز ذلك العمل ولو كانت مدة العمل طويلة جدا قال كعب بن مالك فلم يزال يتمادى بي الأمر شيئا فشيئا حتى اشتد بالناس الجد وأصبحوا يتجهزون للسفر وأنا لم أقضي شيئا من جهازي وبدأوا يخرجون فقلت أتجهز بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد ذلك وبعد أن خرجوا من المدينة من أجل أن أتجهز ولكني على عادة أرجع وأنا لم أقضي شيئا من جهازي ثم هكذا تطاولت الأيام بي حتى أصرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم يقول كعب وليتني فعلت لكنه لم يقدر لذلك وكنت بعد ذلك لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا معذورا عذره الله من الضعفاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس لعلنا إن شاء الله أن نذكر تفاصيل ذلك بعد الفاصل نعم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك في يوم الخميس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخروج في يوم الخميس وكان أقل ما يخرج لسفر إلا في يوم الخميس قال كعب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزنني أنني لا أجد في المدينة إلا أحد رجلين ضعيف معذور عن الغزو أو منافق معلوم نفاق انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر كعب بن مالك حتى بلغ تبوك فقال لأصحابه وهم في تبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سليم يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت رد عن عرضي أخيه قال والله يا رسول الله ما علمنا عليه خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى قتالا وسكن الله الأحوال وعاد منتصرا فائزا صلى الله عليه وسلم عاد ولكن كعب بن مالك وأمثاله عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه قافلا أصبحوا ينظرون في أمره ماذا يقولون وكيف يعتذرون يقولوا كعب بن مالك وطفقت أتذكر الكذب بماذا أخرج من صخة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت أستشير أصحاب الرأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت أن أصدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم يقدم في الضحى ويبدأ فيذهب إلى المسجد فيركع فيه رقعتين قبل أن يجلس ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس فلما فعل ذلك جاءه أولئك الذين تخلفوا عنه في الغزو وأصبحوا يعتذرون له ويحلفون له وكان عددهم أكثر من الثمانين رجلا فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظواهرهم وأوكل سرائرهم إلى الله عز وجل وبايعهم واستغفر لهم قال كعب بن مالك فجئت إليه فلما سلمت عليه تبسما تبسما المغضب فقال لي تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت بلى يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر أعتذره ولقد أعطيت قدرة على الجدل والمناقشة والاعتذار ولكن والله لو حدثتك اليوم بحديث كذب لا أعلم أن الله عز وجل سيسخط علي بسبب ذلك ولئن حدثتك بحديث صادق أعلم أنك قد تجد علي فيه إلا أني أرجو عفو الله جل وعلا لا والله ما كان لي من عذر لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني وقالوا ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا الذنب أما كان يعجزك أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر غيرك من أولئك المتخلفين ثم يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيك هذا الذنب الذي أقدمت عليه قال فما زالوا يؤنبونني ويتكلمون علي حتى هممت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر له بعذر مثل عذار هؤلاء وأكذب نفسي عن مقالتي السابقة ثم قلت لهم هل اعتذر أو اكتكلم أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل كلامي وهل لقي هذا معي أحد منهم قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قلت منهما قالوا الأول مرارة ابن الربيع العمري والثاني هلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدوا بدرا ولي فيهما أسوة فلما وجدت أنهما كذلك مضيت ولم أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكلم هؤلاء الثلاثة نهي عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا قال فاجتنبنا الناس وتغيروا علينا حتى تنكرت الأرض علينا ما هي بالأرض التي كنا نعهدها ونعرفها قبل ذلك وبقينا على هذه الحال خمسين ليلة لا يحدثنا أحد من الناس ما هي قصتهم بعد ذلك أعلي إن شاء الله أن أذكرها بعد الفاصل نعم اجتنب الناس حديث هؤلاء الثلاثة خمسين ليلة وقال حتى إن الأرض التي كنت أعرفها أصبحت ليست هي الأرض التي أعرفها سابقا صاحباي هلال وأمية جلس في بيوتهما وقعدا يبكيان وأما كعب فكان يخرج وكان أصغر القوم وكان أقواهم فكان يخرج فيشهد الصلاة مع المسلمين ويطوف الأسواق لكنه لا يكلمه أحد قال كنت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لم يحرك وأصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي كان يشاهدني ويراني ويقبل علي وإذا التفتت نحوه أعرض عني حتى طال علي ذلك وجفاني الناس ومللت من الأرض وما فيها فمشيت حتى تسورت جدار حائطي أبي قتادة وكان قريبا له وكانت الجدران عندهم في ذلك الوقت ليست طويلة قال أبو قتادة بن عمي وأحب الناس إلي فجئت إليه فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسكت أبو قتادة فعدت فنشدته مرة أخرى فسكت فعدت فنشدته الثالثة فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت السهور والجدار فخرجته قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بطي من التجار من أنباط أهل الشام قدم بطعام يبيعه في المدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك من يدلني على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي فجاءني فدفع إلي كتابا فإذا هو كتاب من ملك غسان وإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيع أقدم علينا والحق بنا نواسك وهذا فيها فتنة وابتلاء هل يقدم الدنيا على الآخرة وهل يكون خائناً للانتماء الذي ينتمي إليه إلى رسول الله إلى دولة الإسلام قال فلما قرأت هذا الكتاب قلت هذا من البلاء واختبار فذهبت إلى التنور فوضعت هذا الكتاب في التنور وسجرته فيه وأحرقته حتى مضت أربعون ليلة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتزل نساءنا فقلت أطلقها قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبيه مثل ذلك فجاءت زوجة بعض هؤلاء فاستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت زوجة هلال بن أمية فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هلال شيخ كبير يضيع إذا لم يكن عنده أحد ولا يوجد عنده خادم فهل تكره أن أخدمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن لا يقربك فإنه والله قالت والله ما به من حركة خصوصا بعد ما جاءه ما جاءه فإنه لم يزل يبكي إلى يومه هذا فقال بعض أهل كعب له لو استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت امرأة هلال فقلت كيف أستأذن منه وأنا رجل نشيط وأنا رجل شاب قال فلبثنا بعد ذلك عشر ليالي حتى كملت خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فبين أنا في محلي أصلي صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وفقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي فإذا بي أسمع صوت الصارخ يأتيني من بعيد قد صعد على الجبل جبل السلع بي على صوته يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر أبشر و لما كان كذلك كان علمت أن البشارة قد ستأتيني وحينئذ خررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج من عند الله وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهبا قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل بالفرس يبشرني وسعى ساع من على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فجاءتهم البشارة واستعار كسى ثوبي لذلك الذي سمع صوته لأنه أول من بشره فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقام إليه طلحة يهنئه بالتوبة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ أسلمت فكانت تلك البشارة له رضي الله عنه فأراد أن يتصدق بجميع ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فكانت قصة عظيمة قصة قعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة شكرا